نظمت وزارة الصحة قافلة طبية بمدينة التل الكبيرة بمحافظة الإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقدمت القافلة الخدمات الطبية المجانية إلى 1200 مواطن على مدار يومين بقرية تل أبو حامد التابعة لمركز ومدينة التل الكبيرة ضمت القافلة كل التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحليل الطبية هذا بالإضافة إلى صيدلية تتوفر بها كل الأدوية إضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة مجانا ننزل الأماكن التي نرصدها بالنسبة للمتطوعين ومنصقيننا في جميع أنحاء المراكز محافظة إسماعيلية بالقرى نرصد الأماكن الأكثر احتياجا بالنسبة ليس موجودة فيها خدمات طبية ننزل الأماكن التي ليس موجودة فيها وعدات صحية نؤدي الخدمة على أكمل وجه لكل أهلنا ونصنا الطيبين بناء على توقعات الصيد الرئيس قامت مؤسسة حياة كريمة بمتابعة عدد من مشروعاتها بقرية الكلسلة بمركز زقوس في محافظة قنة ومن أبرز المشروعات التي يجري الانتهاء منها في القرية حاليا مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة ومشروع مركز تنمية الأسرة والطفل ومجمع خدمات المواطنين ومجمع الخدمات الزراعية وسيتم تسليم هذه المشروعات للأهالي خلال الأيام المقبلة وما زال العمل يجري في باقي القرى في أكثر من قطاع ترجمة نانسي قنقر